بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أعزائي طلبة الصف الحادي عشر أهلا ومرحبا بكم موضوع درسنا لهذا اليوم جوانب من حياة الأئمة الأربعة الجزء الثاني فهيا بنا أحبتي أهداف الدرس يتوقع من الطالب أن يحقق الأهداف التالية أولا أن يعرف بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثانيا أن يبين جوانب من حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثالثا أن يستنتج مكونات البيئة العلمية في حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكالعادة أبنائي نبدأ الدرس بتهيئة من خلال تذكير بما تم أخذه في الجزء الأول ليتم ربط الموضوعات ببعضها عرف بالإمام أبي حنيفة من حيث اسمه ونسبه وطلبه للعلم هيا أيها الأبطال أحسنتم إذن هو النعمان بن ثابت الكوفي وأما طلبه للعلم فقد لقيه الإمام الشعبي ونصحه بطلب العلم فأقبل عليه وحفظ القرآن الكريم وهو صغير فصار يعمل ويتعلم وأما السؤال الثاني استنتج طريقة الإمام أبي حنيفة في التعليم هيا أبنائي بارك الله فيكم أحسنتم كان يطرح المسألة الفقهية على تلاميذه ثم يستمع إلى آرائهم جميعا وعندما ينته من نقاشهم يخلص معهم إلى الرأي المعتمد ويأمرهم بتدوينه ثالث أسئلتنا اليوم وضح الجوانب التالية من حياة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أولا من حيث اسمه ونسبه وثانيا طلبه للعلم أحسنتم أبنائي إذن هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي وأما طلبه للعلم فقد تميز بقوة الحافظة والرغبة في تحصيل العلم ودرس العلم على علماء أهل المدينة مثل الزهري ونافع تعالوا معي إلى الهدف الأول من أهداف درسنا لهذا اليوم وهو تعريف بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وسنتعرف إليه إن شاء الله من حيث اسمه ونسبه وأيضا مولده ونشأته وكذلك طلبه للعلم وأخيرا وفاته أما اسمه ونسبه فهو الإمام محمد بن أدريس الشافعي وأما مولده ونشأته فقد ولد في غزة سنة ماءة وخمسين للهجرة ونشأ يتيما فقيرا فيها وراحلت به أمه إلى مكة المكرمة وأما طلبه للعلم فقد حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره ثم حفظ الموطأ وهو في العاشرة من عمره وأخذ العلم من علماء مكة المكرمة ومن أبرز شيوخه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأما وفاته فقد كانت في القاهرة سنة مائتين وأربع للهجرة وكان عمره أربعا وخمسين سنة وحتى نتأكد بأننا قد حققنا هدفنا أجب عن السؤال التالي عرف بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حيث اسمه ونسبه نعم هو الإمام محمد بن أدريس الشافعي وأما مولده ونشأته بارك الله فيكم ولد في غزة سنة مائة وخمسين للهجرة نشأ يتيما فقيرا فيها ورحلت به أمه إلى مكة المكرمة وأما طلبه للعلم بارك الله فيكم حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره وحفظ الموطأ وهو في العاشرة من عمره وأخذ العلم من علماء مكة المكرمة ومن أبرز شيوخه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ومتى كانت وفاته نعم توفي بالقاهرة سنة مائتين وأربع للهجرة وكان عمره أربعا وخمسين سنة طلاب الأعزاء ما الوجهة الأولى للإمام الشافعي رحمه الله في طلب العلم وما هي أشهر مؤلفاته أيها أبنائي أحسنتم تلقى الإمام الشافعي العلم بمكة المكرمة واتجه إلى طلب الحديث الشريف وعلوم اللغة ثم توجه إلى طلب الفقه وقصد الإمام مالك رحمه الله تعالى فقرأ عليه الموطة ثم رحل الشافعي في آخر حياته إلى مصر ليلتقي بعلمائها وكتب فيها أشهر كتبه كتاب الرسالة وكتاب الأم أبنائي ما رأيكم أن نقوم بحل النشاط في الكتاب صفحة مائة وخمس وثلاثين اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها يحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يأتيه أصحاب الحديث فيعرضون عليه فيوقفهم على مسائل من علم الحديث فيعجبون منه ثم يأتيه أصحاب الفقه فلا يقومون إلا وهم يقرون له بالإتقان والديانة ويأتيه أصحاب علم الأدب فيقرؤون عليه الشعر وكان من أعرف الناس بالتاريخ مع عقل ودين وكان ملاك أمره إخلاص العمل لله تعالى وبعد أن قرأنا الفقرة السابقة هيا بنا لنجيب عن الأسئلة التالية ما العلوم التي أتقنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحسنتم علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأدب وأخيرا التاريخ السؤال الثاني ما سبب إتقانه لهذه العلوم أحسنتم إخلاص العمل لله تعالى في طلب العلم وذكاؤه وفطنته وأما السؤال الثالث ما سبب تعلق الناس بالإمام الشافعي رحمه الله جزاكم الله خيرا بسبب إقرارهم له بالإتقان والديانة ومع ثاني أهداف درسنا لهذا اليوم وهو التعريف بجوانب من حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وسنتعرف إليه إن شاء الله من حيث اسمه ونسبه وكذلك مولده ونشأته وأيضا طلبه للعلم وأخيرا وفاته أما اسمه ونسبه فهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأما مولده ونشأته فقد ولد في بغداد سنة 164 للهجرة نشأ يتيما فتولت أمه رعايته فآثرته على نفسها وتفرغت لتربيته والعناية به واختارت لوالدها العلم نهجا وسبيلا ظهرت عليه آثار الذكاء والاستقامة منذ صغره وأما طلبه للعلم فقد حفظ القرآن الكريم وهو صغير وتعلم اللغة العربية وتدرب على التأليف والخط طلب العلم على أيدي أشهر العلماء كالإمام الشافعي والقاضي أبي يوسف رحمهم الله رحل في طلب العلم وكانت وفاته ببغداد سنة 241 للهجرة وكان عمره 77 سنة وحتى نغلق الهدف أطرح عليكم السؤال التالي بين الجوانب التالية من حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أولا من حيث اسمه ونسبه نعم والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأما مولده ونشأته أحسنتم ولد في بغداد سنة 164 للهجرة نشأ يتيماً فتولت أمه رعايته فآثرته على نفسها وتفرغت لتربيته والعناية به واختارك لولدها العلم نهجاً وسبيلاً ظهرت عليه آثار البكاء والاستقامة منذ صغره وأما طلبه للعلم جزاكم الله خيراً حفظ القرآن الكريم وهو صغير وتعلم اللغة العربية وتدرب على التأليف والخط طلب العلم على أيدي أشهر العلماء في عصره كالإمام الشافعي والقاضي أبو يوسف رحمهم الله رحل في طلب العلم إلى الشام ومكة المكرمة والمدينة المنورة ليلقى العلماء ويسمع منهم ومتى كانت وفاته؟ بارك الله فيكم توفي ببغداد سنة 241 للهجرة وكان عمره 77 سنة ومع آخر إهدافنا اليوم وهو مكونات البيئة العلمية في حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كانت بغداد في عصره تسخر بأنواع الفنون والمعارف فيها القراء والمحدثون وعلماء اللغة والأدب والفلاسفة والحكماء وقد بدأ علم الفقه والرواية ينفصلان في عصره اتجه أحمد بن حنبل رحمه الله بداية إلى علم الحديث الشريف وأخذ عن الإمام أبي يوسف القاضي واتطلع على آراء الفقهاء العراقيين ومكث في بغداد سبع سنين لم يرحل خلالها في طلب العلم وبعدما استكمل الإمام أحمد رحمه الله تكوينه العلمي درس فقه الرأي دراسة فاحص ناقد يوازن بين الحديث والفقه كان المحدثون منتشرين في كل بلاد الإسلامي في العراقي والحجازي والشام فكان للإمام أحمد رحلاته العلمية التي طاف بها البلاد طلبا للحديث الشريف مع كل ما لاقاه من المشقة في سبيل ذلك بسبب قلة المال وضيق ذات اليد عزيز الطالب تأمل معي الموقف التالي ثم أوجد حلا له في ضوء معرفتك وخبراتك السابقة يقبل كثير من الطلبة على تخصصات معينة ويتركون تخصصات أخرى يحتاج إليها المجتمع وسوق العمل جد حلا عمليا لهذه المشكلة أيها الأبطال أسمعوني حلولكم أحسنتم أولا إغلاق بعض التخصصات غير المجدية فضرورة إغلاق بعض التخصصات الجامعية التي لا جدوى منها لمدة من الزمن ومن ثم إعادة فتحها مرة أخرى استجابة لاحتياجات سوق العمل وأما ثانيا فهو دعم وتشجيع التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع ثانيا اقترح بعض العلوم والتخصصات التي يحتاجها المجتمع القطري بارك الله فيكم التخصصات الإلكترونية وكل ما يتعلق بعلوم الكمبيوتر والحاسب الآلي وأما ثانيا فهو الانخراط في المجال الهندسي وحتى نغلق الهدف أطرح عليكم السؤال التالي استنتج مكونات البيئة العلمية في حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بارك الله فيكم كانت بغداد تزخر بالفنون والمعارف فيها القراء والمحدثون وعلماء اللغة والأدب والفلاسفة والحكماء واتجه أحمد بن حنبل رحمه الله إلى علم الحديث الشريف وانتشر المحدثون في كل بلاد الإسلامي في العراقي والحجازي والشام وحتى نثري مادتنا العلمية تعالوا معي لنعرف في كتاب المسند في سطور هو من أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها يحتوي على أربعين ألف حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها عشرة آلاف حديث مكرر رتب الأحاديث حسب أسماء الصحابة رضوان الله عليهم وبلغ عددهم تسعمائة وأربعة من الصحابة قسم الكتاب إلى ثمانية عشر مسنداً أولها مسند العشرة المبشرين بالجنة وآخرها مسند النساء فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف وصلنا أبنائي إلى الخلاصة كنا قد عرفنا بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقلنا بأنه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد في غزة سنة مائة وخمسين للهجرة حفظ القرآن الكريم صغيراً وحفظ الموطأ وهو في العاشرة من عمره أخذ العلم من علماء مكة المكرمة وتوفي بالقاهرة سنة مائتين وأربع للهجرة وكان عمره أربعاً وخمسين سنة بعد ذلك تلقى الشافعي العلم بمكة المكرمة واتجه إلى طلب الحديث الشريف وعلوم اللغة توجه بعدها إلى طلب الفقه ورحل في آخر حياته إلى مصر ليلتقي بعلمائها وكتب فيها أشهر كتبه وهو كتاب الرسالة وكتاب الأم كذلك عرفنا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى وقلنا أنه نشأ في بغداد يتيماً وحفظ القرآن الكريم وهو صغير طلب العلم على أيدي أشهر العلماء في عصره كالإمام الشافعي والقاضي أبي يوسف رحمهم الله ثم رحل الإمام أحمد رحمه الله إلى الشام ومكة والمدينة ليلقى العلماء ويسمع منهم وتوفي ببغداد سنة 241 للهجرة وكان عمره 77 سنة تميزت البيئة العلمية في زمن الإمام أحمد بأنها كانت تزخر بأنواع الفنون والمعارف ووجود القراء والمحدثين وعلماء اللغة والأدب وقد اتجه الإمام أحمد بداية إلى علم الحديث الشريف ثم درس فقه الرأي ووازن بين الحديث والفقه أبناء الأعزاء وبما أن درسنا هو جوانب من حياة الأئمة الأربع رحمهم الله تعالى فلابد لنا من أن نقدم لكم بعضا من التوجيهات أولا لابد أن نقدر جهود علماء المسلمين في نشر العلم وثانيا لابد أن نحترم جميع المذاهب الفقهية لإيماننا بأهمية التسامح المذهبي وصلنا أبنائي إلى التقويم الختامي ومع السؤال الأول من أسئلة التقويم الختامي حرف بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حيث اسمه ونسبه نعم هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي وأما مولده ونشأته بارك الله فيكم ولد في غزة سنة ماءة وخمسين للهجرة نشأ يتيما فقيرا ورحلت به أمه إلى مكة المكرمة وأما طلبه للعلم أحسنتم حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره وحفظ الموطأ وهو في العاشرة من عمره وأخذ العلم من علماء مكة المكرمة ومن أبرز شيوخه الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأما وفاته بارك الله فيكم توفي بالقاهرة سنة مائتين وأربع للهجرة وكان عمره أربعا وخمسين سنة وأما السؤال الثاني من أسئلة التقويم الختامي بين الجوانب التالية من حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أولا من حيث اسمه ونسبه بارك الله فيكم هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأما مولده ونشأته بارك الله فيكم ولد في بغداد سنة مائة وأربع وستين للهجرة نشأ يتيما فتولت أمه رعايته فآثرته على نفسها وتفرغت لتربيته والعناية به واختارت لولدها العلم نهجا وسبيلا ظهرت عليه آثار الذكاء والاستقامة منذ صغره وأما طلبه للعلم بارك الله فيكم حفظ القرآن الكريم وهو صغير وتعلم اللغة العربية وتدرب على التأليف والخط طلب العلم على أيدي أشهر العلماء في عصره كالإمام الشافعي والقاضي أبو يوسف رحمهم الله ورحل في طلب العلم إلى الشامي ومكة المكرمة والمدينة المنورة ليلقى العلماء ويسمع منهم وأما وفاته نعم توفي ببغداد سنة مائتين وواحد وأربعين للهجرة وكان عمره سبعا وسبعين سنة ومع السؤال الثالث والأخير من أسئلة التقويم الختامي استنتج مكونات البيئة العلمية في حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أسمعوني إجاباتكم أيها الأبطال أحسنتم كانت بغداد تزخر بالفنون والمعارف فيها القراء والمحدثون وعلماء اللغة والأدب والفلاسفة والحكماء اتجه أحمد بن حنبل رحمه الله إلى علم الحديث الشريف وانتشر المحدثون في كل بلاد الإسلام في العراق والحجاز والشام أخيرا أبناء الطلاب هكذا نكون قد أنهينا الجزء الثاني من درس جوانب من حياة الآئمة الأربعة الشكر موصول لكم لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر